للتحالفات الإقليمية من حول العالم الأوروبا من خلال فرنسا ستركز على منطقتين الهندي والهاد بسبب الوجود في بعض المناطق الفرنسية هناك وأنا لا تكلم على ليسان إسبانيا ولكن نحن أيضا في السابق قد فتحنا طريق إلى محيطي الهندي والهاد منها وصولا إلى الفلبين وإلى جزر الماريان بالتالي لقد تركنا هذه البصمة على هذه المنطقة خلال هذه الفترة في حال كنتم تريدون أبتيع 100 جرام من البهار الأسود أو من الزعفران كان ذلك يكرف أموالا كثيرة ولكن في حال أردتم أبتيع سيارة في أوروبا عليكم انتظار أكثر من 12 شهرا لأن الشرائح الصغيرة المشكلة في أوروبا ستأتي من محيطي الهندي والهاد بالتالي تغير تألى منتجات ولكن نعرف أن استراتيجية بالنسبة لهذه المنطقة ستبقى عينها لا سيما أنها مصدر الكثير من المنتجات نعرف أنها تشكل شركا كبيرا للتجارة العالمية وتشكل أوروبا ثلثي الانتاج العالمي نعرف أن هذه عملية ديناميكية كبيرة تشرك بين المنطقتين ونعرف أيضا أن المنطقة تواجه تحديات كبيرة وهي التنافس الجيسي بين الولايات المتحدة والصين بالتالي تاريخ القرن الواحد والعشرين سيتمحور حول محيطي الهندي والهاد هذه الاستراتيجية الجديدة أيضا بدأت تؤثر على سلامة بلدان المنطقة وازدهارها بالإضافة على منطقتنا بالتالي من مصلحاتنا أن يبقى أن تبقى هذه الطرق مفتوحة ومبنية على القانون الدولي نريد أن نساهم في الازدهار والأمن والسلامة في المنطقة لأن نعرف أن مستقبل العالم سيتمحور حول تلقى منطقتين أود أيضا الإضافة أن هناك الكثير من الأبعاد لهذه الشركات نملك أيضا شركات بشأن التنقل والاتصالات وتم توقيع على اتفاقية شديدة بين دول الأسيان أو رابط الدول جنوب شدقي والاتحاد الأوروبي كما عملنا على المجالات الصحية والمجالات التكنولوجية وغيرها وبدأنا أيضا بتنسيق تدريبات العسكرية البحرية لزيادة معرفة بماذا يحصل في المنطقة كما علينا أن نتضامن لمكافحة التغير المناخي والحفاظ على تنوع البيولوجي ومنع اختفائه واندثاره ونعرف أن هناك الكثير من المخاوف بشأن كوريا الشمالية وغيرها من المناطق نعرف أن هذه المنطقة تشكل محورية عملنا اليوم لأن 40% من منتجاتنا ترسل إلى تلك المنطقة وسنعمل أيضا على محاولة قدر الإمكان من الاستمرار بالحفاظ على حرية البيلاحة البحرية ونحن بحاجة إلى بنية جديدة سنبنيها معا لتنسيق هذا العمل كما أود أن أوضح العمل العسكري الذي سنقوم به نحن لسنا ضد أي أحد بل هذه التدريبات ستسهم في تنسيق جهودنا مع دول أعضاء لكي نكون قادرين على التصرف في وجه التحديات المتزايدة التي نواجهها إذن ندرك جميعا ما هي التحديات الأمنية الموجودة وسنستمر بالتركيز على ماذا حصل في ملازيا والصومال والمطقة برمتها أكثر تتكلم عن كل من أفريقيا والولايات المتحدة وأسيا ونعرف كل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي تقدمها بالتالي من المهم أن نحاول قدر الإمكان أن نجري هذه الاجتماعات لن أجيب عن أي أسئلة تتعلق بأوكرانيا ويؤسني فوني قول ذلك اليوم سنركز فقط على محيطي الهندي والهادئ سنشري أيضا الشماعا لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بعد ظهر اليوم حيث سننقاش حزمة العقوبات التي حضرناها ضد روسيا أنا بنفسي وفريقي نستقنى مع المفاوضية الأوروبية وكنا نعمل على تحضير هذه الحزمة من العقوبات التي ستقدم أمام الوزراء وهم الذين سيقررون ماذا سيفعلون ولكن أود التشجيد على أن الإعلان الروسي هو ضد القنون الدولي ويستم في تصعيد الأمور ونحن نرفض بشكل حازم ماذا حصل ولكن هذه مسألة سنتطرق إليها لاحقا بعد ظهر اليوم شكرا جزيلا لكم سنبدأ الآن بطرح الأسئلة إذن سنبدأ الآن من إحدى وسائل الأعلام الفيتنامية مرحبا أنا صحفي من الفيتنام أود أن أطرح السؤال لمعالي الوزير جون إفلد غيون فقد تكلمتم اليوم عن وجود الكثير من التحديات في منطقة المحيطين الهندي والهدئ بالتالي السؤال لكم هل توافقون على أي إجراءة معينة لمواجهة التحدي الذي تشكله الصين أما السؤالي هو الآن لسيد جوزيب بوريل هل أنتم توافقون على هذه التدابير التي قد تتخذ وشكرا السراتيجية لمنطقة المحيطين الهندي والهدئ التي عملت عليها المفاوضية الأوروبية ليست معادية للصين هذه السراتيجية ليست ضد أحد بل هذه السراتيجية هي لصالح التطوير ولتحسين الشركات بين منطقة المحيطين الهندي والهدئ والأتحاد الأوروبي والتي تحترم سيادة كل الدول المعنية والتي تسمح أيضا لكل من هذه الدول من اقتراح قراراتها وأفكارها بشأن الكثير من القطاعات علما أننا لم نتمكن من السيطرة أو التطرق إلى كل المساء الاقتصادية فعلى كل دولة أن تتخذ قراراتها بحسب احترام سيادتها هذا اقتراح لتطوير المنطقة ربما بإمكاننا أن ندعوه ببديل للسياسات الموجودة وهو الآن هي سراتيجية مناسبة وليس ضد الصين أعتقد أن السيد بوريل يجب أن نشدد على أن السراتيجية مع دول المحيطين الهندية أو الهدئ لا يعني أننا نعمل على اعتماد سلوك ضد الصين نعرف أن الصين دولة مهمة في منطقة المحيطين الهندية والهدئ وستزداد أهميتها بالتالي يجب أيضا أن تكون لدينا علاقات مع الصين وهذا أمر نفعله فلقد خصصنا الكثير من الحوارات بالإنفة إلى المناقشات البنيوية مع الصين التي تغطي مجموعة واسعة من المواضيع والتي تم اعتمادها على عدة مستويات فقد أجرينا قمامة كما لدينا حوار في عشاء مع الصين فضلا عن ذلك جاينا بعض المناقشات الإقليمية والآن نعرف أن حد الوقت لمناقشة بعض السياسات مع دول الأخرى لا نملك المستوى نفسه من الالتزام منذ ستة أعوام تقريبا لم نجري مبادلة كما حصل اليوم وأن أنوي قدر الإمكان نشر الجهود الدبلوماسية ولسيما جهود الشخصية في منطقة المحيطين الهندي والهدئ ليس ضد الصين ولكن أيضا لمشاركة قدر الإمكان في حل المسائل العلقة في المنطقة شكرا جزيلا سنستمع الآن إلى سؤال ثاني شكرا جزيلا السؤال الأول مواجهة معالي الوزير